السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة وصفة نيت اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم عصير رائع اللي كنحضر في كل رمضان غادي نشارك معكم طريقة ديال تخزين دياله في المجمد هاد العصير كي يجي منعش جدا من الروعة وبدون مرورة بدون أدنى مرورة ولا نقطة مرورة فناجح مئة بالمئة فقط تتبعوا معي النصائح اللي اعطيتكم في وسط الفيديو النصائح باش ميجيش العصير مر ضروري أنكم بتتبعوها فكي يجي ممتاز جدا 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 والأهم أن الكمية دياله كمية كبيرة فتابعوا معي كل مراحل باش تعرفوا الطريقة ديال التخزين دياله والطريقة ديال الاستعمال دياله فممكن كنعملوه كعصير أساسي المجموعة من عصائر الأخرى نخليكم الآن مع مراحل الفيديو وكنتمنى تتابعوا معي الفيديو للآخر وكنتمنى أنكم تجربوه ففعلا هائل وممتاز جدا بسم الله على بركة الله بالنسبة للمقونات غادي نحتاجه عدنا هنا يا كيلو غرام من الجزر يستحسن أنكم تستعملو الجزر لكي كل لب دياله برتقالي ما يكونش اللب دياله أخضر عنا استعملت الجزر للحجم دياله كبير عدنا هنا يا كيسين من السكر بنكهة الفانيلا كل كيسي يزين 7 غرامات ونصف يعني في المجموع 15 غرام عدنا حبة واحدة من ليمون الحامد وعدنا كيلو غرام واحد من البرتقال بنسبة ليمون الحامد فاشتوا الحجم ديال الليمونة الحجم ديالها حجم متوسط وضروري تستعملوا ليمونة صفراء وعدنا هنا يا السكر نصف كيلو غرام من السكر بنسبة الأخوات غادي تجيكم كمية كثيرة فالكمية ماشي كثيرة مهائيا لأننا نضيف لي الماء على بركة الله إذا أنا غادي نبدأوا في التحضير غادي ناخدو الجزر وغادي نحاولو أننا نزولو له هاد القشرة إلا لاحظو أن الجزء الداخلي أخضر فغادي تزولوه وإلا كان اللون دياله عادي بورتقالي فغادي نعملوه باللوب دياله غادي نعمل نفس الشيء لكل كمية غادي ننقيها جيدا وطبعا فغسلنا هالمرة الأولى هنا يا بعد ما انضفت الجزر جيدا غادي نقطعو بهذا الشكل إلى دوائر اللي تكون رقيقة غادي نعمل نفس الشيء لكل كمية الجزر اللي متوفر عندي والآن كنجيبو طنجرة الضغط غادي نوضعو فيها هاد الجزر إلا ما متوفراش طنجرة الضغط فممكن تعملو الطنجرة العادية لكن هاد طنجرة ديال الضغط غادي تسرق لنا العملية من بعد غادي نضيفو لها السكر فالسكر كنعملوه في الأول مع الجزر من اللي كيبغي تسلق هكا باش كيجينا المضاق دياله رائع كيجينا العصير بحلم اللي كنسلقوه مع الجزر كدخلي نضك السكر في الجزر وفي البرتقال وكيجينا الطعم دياله كأنه مع السل يعني كيجي رائع ومن بعد هنا يا لبركتي الله غادي ناخدو واحد البرتقالة برتقالة واحدة اللي غادي نزولو لها القشرة كي مشتو كنناخدو فقط هاد القشرة البرتقالية ما يكونش فيها البياد لأن ذاك البياد هو اللي كيسبب لنا المرورة في العاصير فقنناخدو هاد القشرة القيقة القشرة الخارجية فقط إذا غادي نزول كل القشرة به هاد شكل ومن بعد هنا هيا غادي نعملو نفس شيء الليمون الحامض كنزولو ليه القشرة الصفراء فقط ما تقيسوش هديك القشرة البيضائرة غا تسبب مرورة لأنها هي اللي كتعطينا المرورة في العاصر هي وكذلك العيضة ومن بعد على بركة الله غادي نضيفو ذيك القشرة علاء العاصر يعني القشرة ديال البرتقالة واحدة وليمونة واحدة والآن غادي نجيبو هده يعني الليمونة غادي نحاولو نزولو لها ذاك الجزء الابيض او القشرة البيضاء يعني كننقيوها بالطريقة العادية ومن بعد غادي نفتح هده الليمونة من الداخل غادي نزول كذلك هده الجزء الابيض اللي كيكون في الداخل ومن بعد هنا ياعلى بركة الله غادي نجيبو البرتقال ديالنا كذلك غادي نزول لي القشرة والقشرة البيضاء نفس الشيء اللي عملنا الليمون الليمون الحامط وغادي نفتحها كذلك غادي نزول لي هالجزء الابيض اللي في الداخل ملاحظة فقط أنا هنا البرتقال اللي استعملت مافيش العظام ابدا يعني انتو ما قلبوا البرتقال اللي عندكم الى كان في العظام فضروري تزولوها بشكل تام حاولو متخليو شوالا عظم واحد هنا ياعملت نفس الكيمية لكل كيمية البرتقال اللي هي كيلوغرام وضعتها في الطنجرة بهذا الشكل الى حبيته تقطعوها فممكن او لا تعملوها كما عملت انا كتخليوها هكا يعني بشكل كامل او لا تقطعوها الى حبيته غادي نحاول نخلط شوية هاد الجزر والبرتقال مع السكر فضروري انكم تعملوهم مع السكر في الاول هكا كيجينا العصير افضل وكيعطيناه واحد المداق مميز اذا هنا يا غدي نحرك واحدة شوية ومن بعد غدي نضيف الليتر ونصف من الماء في الاول غدي نضيفو الليتر ونصف ومن بعد غدي نوريكم الكمية دي الماء اللي غدي توضعوها من بعد لاحقا اذا ومن بعد غدي نوضعو غطاء دي التنجرة وغادي نوضعوها فوق النار بالنسبة المدة الزمنية فكن حسبو بعد ما كنت نسمعو صوت صافرة كنحسبو عشرون دقيقة وكن ماشو معايا هنا يا فكنعملو نار اللي كتكون نار متوسطة هنا يا بعد مرور المدة الزمنية اللي هي عشرون دقيقة بعد ما كنسمعو صوت صافرة كنت اكدو من الجزر يعني كندخلو فيه السكين الى بل لنا كدخل سكين كل سهولة صافي فضروري انكم ما تخليوش هاد الخليط فوق النار المدة كثيرة لان الجزر ملي كيطيب لنا المدة كثيرة فالطعم ديالو ما كيجيش لديد يعني كيجيك الطعم ديال الشربة او الصبة فضروري اننا كنعطيوه نصف المدة الزمنية ديال طهو هكا كيجي لديد او ما كيجيش ظاهر تماما تماما في العاصير غادي نحاولو اننا انطحنوه كماشتو معايا وهنا يا بعد ما طحنت العاصير غادي نوريكم كيفاش غادي يتخدمو به وغادي نوريكم كيفاش غا تحتفظو به في المجمد الان كنجيب واحد الكأس والقنينة وضعت فيها لتر واحد ملماء اذا غادي ناخد هاد الكأس وغادي ناخد به القياسات من ذاك العاصير المركز اللي حضرنا وغادي نبدأ نضيفوه الماء وحنا كنضوقوه فكل شخص غادي عمل تركيز حسب الرغبة انا كنعمل في كل لتر ملماء اربعة كؤوس من المركز وكيجي صراحة رائع جدا وطبعا غادي نضيفوه ليه السكر حسب الحاجة اذا غادي نعمل هنا اربعة كؤوس مع لتر ملماء هكا باش كنخدموه انا وانتو ما غا تخدموه حسب الرغبة يعني كتو ما كتضيفو انتو ما كتضوقو حتى كتحصلوه على التركيز اللي حبيته وهنا بعد ما اوضع تلاتة كؤوس فغادي نضيف ليهم تلاتة ملاعق الى اربعة ملاعق من السكر لكل لتر ملماء مع تلاتة كؤوس اللي كيعطينا في المجموع لترين من العاصر والان غادي نشارك معكم طريقة دي الاحتفاظ فيه في المجمد بالنسبة للسيدات اللي بغاوا يحضروه لتحضيرات رمضان فكنجيبو واحد البلاستيكة كنوضعوها في واحد الكأس اللي كيكون كبير وغادي نوضع فيها اربعة كؤوس اولا تلاتة انتو ما لحسب التركيز اللي حبيته كما قلت لكم انا كنوضع اربعة كؤوس في لتر واحد اذا في هاد البلاستيك الغذائي غادي نوضع اربعة كؤوس من مركز العاصر ومن بعد خرجت هاد البلاستيكة من القنينة غادي نستخرج منها الهواء بهذا الشكل كنضغطو عليها وكنخرجو منها الهواء وغادي نحاولو اننا نعقدوها وكتعملو نفس الشيء الباقي المركز اللي حبيته تحتافظو به في المجمد ومنسبة الاستعمال فعند كل استعمال كنستخرجو واحد واحدة او لا بلاستيكة واحدة وكنخليوها احتكى الديكونجلة وكنوضعوها مع ليتر واحد من الماء وكنحصلوه على عاصر بهذا الشكل اذا هادا كيكون مركز ومن بعد ما كنحضرو العاصر مثلا جبتوه من المجمد او لا غادي تخدموه به مباشرة يعني غادي تضيفو له اي فاكهة ممكن تضيفو له الموز جفاح الاججاس او لا تضيفو له كذلك الزبادي يعني تضيفو له الفراولة او لا الفريز فهذا العاصر كيكون عاصر اساسي او لا مركز اساسي اللي ممكن تبدعوه تضيفو اي فاكهة متوفرة عندكم فانا غادي نجيب هنا واحد الكمية وغادي نضيف ليها علبة من الزبادي غير باش نوريكم ان هادا العاصر ممكن تضيفو له اي فاكهة اخرى ومن بعد كذلك ضفت ليه الموز وغادي نطحن هادا العاصر جيدا الموز مع الزبادي ومع العاصر المركز دياننا اذا المتابعينك يكون هادا هو الشكل النهائي دي العاصر دياننا كيعطينا ما شاء الله كمية كثيرة وكيجي منعيش ورائع جدا جدا افضل من العاصر اللي كيتباع جاهز بدون مرورة ولا ولا نقطة ديال مرورة والمضاق ديالو كيجي منعيش كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه وتبعو جميع النصائح باش يجيكم ناجح نتمنى دائما تخليوا لي تعليقاتكم لكيش تجعوني للاستمرار نخليكم تلقى في فيديو قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم